السلام عليكم أصدقائي هذه السلسلة تضم جميع الكلمات التي تحتاجها لتحدث بالفرنسية ولفهم ما تسمعه أو تقرأه من المحتوى الفرنسي لأنك ستكتسب من خلالها رصيد لغوي مهم ومتنوع من أفعال صفات وأسماء إضافة إلى جمل متنوعة من الحياة اليومية أما بالنسبة لطريقة مراجعة الدروس فقد أصبح بإمكانك الحصول عليها من خلال موقع عربي بلسان فرنسي مكتوبة مع الترجمة مع إمكانية النسخ على شكل PDF رابط الموقع يوجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله Allez, c'est parti P La P La P هو السلام قد نعني به السلام بمعنى عكس الحرب وكذلك نعني به السلام بمعنى الهدوء Exemple Faire la P بمعنى التصالح Je fais la P avec quelqu'un بمعنى التصالح معه Exemple يبدو عليها أنها مريضة Tafi et pal Elle a l'air malade Panic 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 هو الخوف الشديد أو الرعب نستعملها في عبارة شائعة وهي PADPANIC بمعنى لا تخف عندما نريد أن نقول لشخص لا تخف نقول له PADPANIC PADPANIC Paralyze Paralyze بمعنى أصابة بالشلل أو شلة Paralyze Exemple La blessure Me paralise La jamb بمعنى الإصابة تشيل قدمي أو تصيب قدمي بالشلل La blessure Me paralise la jamb Un autre exemple Satimidité La paralise خجلها يصيبها بالشلل بمعنى خجلها لا يتركها تتحلك ولا يتركها تقوم بأفعال هنا معنى مجازي Satimidité La paralise Satimidité La paralise Parcourir Parcourir بمعنى يقطع مسافة Parcourir يقطع مسافة محددة Le nom c'est Le parcour Le parcour هو المسافة المقطع Le parcour Exemple Il a parcouru C'est 100 kilomètres en 2 heures En 2 heures Il a parcouru C'est 100 kilomètres en 2 heures C'est 100 kilomètres C'est 100 kilomètres Et toi Je te parry qu'il ne viendra pas Parcourir 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 Lدينا هذه الكلمة تتشابهني نوعا ما حتى لا يخلط البعض منكم بينهما وضعتهما معا Lدينا Parcourir تقرأ Parcourir وهي موقف السيارات والدينا Parcourir هو الأرضية الخشبية Le parcourir Et le parking Exemple Il y a un grand parking devant le supermarché هناك موقف سيارات كبير أماما مركز تساوق Il y a un grand parking devant le supermarché مثل آخر Il y a du parquet dans le salon مثلا عندما تصف لأحد منزلك تقول له Il y a un parquet dans le salon بمعنى هناك أرضية خشبية في الصالون Parmi Parmi بمعنى من بين نستعمل هذه الكلمة لنقول شيء من بين أشياء أو شخص من بين أشخاص Parmi بمعنى من بين Exemple Je le compte parmi mes amis بمعنى أنا أحسبه من بين أصدقائي هنا بمعنى أحسبه أحد من أصدقائي Je le compte parmi mes amis خطوة خطوة بخطوة parmi parmi بدون T وتعني من طرف سنرى مثال على كل عبارة بمعنى عبارة عبارة أبار أبار بمعنى على جنب جتامي 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 تزافر أبار لدينا أبار بمعنى بسيتنا بمعنى عندما يسألك شخص عن حالك تحكي له مثلا شيئا قد تقول مثلا Jai beaucoup de travail ou Jai beaucoup de choses a faire أبار ça tout va بمعنى بسيتنا هذا فالكل بحال جيد ولدينا de la par de de la par de بمعنى من طرف مثلا عندما تودوا أن تقول لأحد أنني جئت من طرف أحد Je viens vous voir de la par de وتقول اسم الشخص Je viens vous voir de la part de de la part de quelqu'un Particulier Particulier ou particulière بمعنى خاص أو خاصة Particulière Exemple Il a une manière particulière de parler لديه طريقة خاصة في التحدد أو في الكلم Il a une manière particulière de parler Partout Partout بمعنى في كل مكان Partout Je تحرش partout لقد بحثت عنك في كل مكان Je تحرش partout Passage Passage Le passage هو الممر الذي يمر منه النس و كذلك يعني المرور بمعنى المرور Le passage Exemple Tu تحرش Le passage avec tes affaires Tu gènes le passage avec tes affaires أحد يضع أغراده في الطريق تقول Tu gènes le passage avec tes affaires بمعنى أنت تزعج المرور أو تزعج المرور ب وضع أغرادك Tu gènes le passage avec tes affaires Passion La passion هو الشرف La passion الشرف Exemple La lecture c'est ma passion La lecture c'est ma passion Exemple Il faut avoir de la patience pour être un bon pêcheur Il faut avoir de la patience pour être un bon pêcheur pauvre pauvre miskin pauvre نعني بها miskin الذي ليس لديه المال qui n'a pas assez d'argent ونعني بها كذلك miskin عندما نتعاطف مع شخص نقول له miskin بمعنى أننا نتعاطف معه مثلا شخص أحد لم ينجح مثلا في الامتحان نقول المسكين إنه لم ينجح بمعنى هنا لنعني بأنه ليس لديه مال لكن نتعاطف معه نقول له المسكين Exemple La pauvre Payant 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 Le contraire c'est gratuit Le contraire c'est gratuit يعني majjani Payant بمعنى غير majjani Exemple مثلا قد نجد في مدخل مثلا المكان بمعنى أن الدخول لهذا المكان مدفوع يعني بيدفع ليس مجاني بمعنى يصطاد لكن لاحظوا أن أول لديها أكسن سركونفلكس هنا بمعنى نعني بتحديد صيد السمك بمعنى يطلق أو يصبر بمعنى يدهن بالسباء وكذلك نعني بها يرسم يرسم أو يلوين نحن نصبر جدران الغفاق بالأزرق نحن نحن نعني بمعنى وكذلك نحن نحن نعني بمعنى أو أكثر من عندكم بأحد من هذه الكلمات و لا تنسوا دائما أن تضعطوا لايك للفيديو و تشاركوهم مع الأصدقاء و دمتم في رعاية الله